اشتركوا في القناة طبعا ما يحتاج كده يقول ريون ويصاب خلاص يعني اللي جاي يستمع الحلقة الخامسة مفروض عارف يعني مداما انه بيقول رقم الحلقة يعني بس الناس دايما شوفهم يقولونه حتى لو ما دري عشان واحدة ومرة نشمع الحلقة ما يحس انه او يسمع البودكاست ما يحس انه ضايع ما اتوقع انا شوف انا شوف انه مفروض مو بالاسم اللي يخليه يمسك الجادة محتوى البودكاست نعم وتوقيت ازاي حس الربعة ما ادري يعني عاد فيه كلام تحطه في الويكند بس حس هذا وقت زين ما ادري ولا يمكن اني بس احب اسجل معك والله يعني ممكن انت اليوم تتعمد احراجي كثيرا يعني حقيقة هذه ثالث مرة خلال ساحة نعم لغاية لغاية اوذ بالله لكن اتوقع ممكن عشان الخميس كويس خميس كده يعني خميس الونيس يبدأ بوثكاس ده بوز كده حركات نعم لغاية بوز كده على الويكند اي طيب قبل ان نسالف او لا صح خلنا تسألك على الفيلم انا كنت بقول قبل ان نسالف انا اسوالية في الهذا العادة والاشياء والالعاب انك شفت انه اوكيح النص دائما عادي ما ينفرق نسالف عن اي شيء يعني انت هو اخيرا انت هو كتشوف توف غام نعم هو الصد انت هو شفت اي ماكس ولا شفت على كده شاشة جنبك لا والله شيء مقريب لا لا هو شفت بسينما بس ما كان اي ماكس هكتشوف انا واحد لا اصلا هو يعني الفيلم هذا الكنت ناوي انا شوفه واحد يعني حتى ضار شهر التذاكر وقاضي وبعدين نفس ذاك اليوم صدفة واحد تكلمني وقال لنا كتب روح انا واحد نشوفه وكانسل تبي تيجي بدالة فقلت له يعني اول شيء انا بشوفه مع واحد بكرة بس ما عندي مش كشفه مرتين لكن جتني كورونا فما قدر شوف مع احد فمرت الايام بعدين عاد واحد من الشباب قال شفته قلت لا قلت بي نشوفه قلت له وعده شوي يعني مهب فاضي يعني فاز بدلني يعني مفروض قبلها سابع شايفة بس يعني عموما ما نحرق عليه شيء بلا الحمد وعلى قلت شفت الفيلم الاصلي الول مزمان مرة ولا اذكر شيء منه يعني وأصلا يعني طبعا شايف هنا متأخر نوعا ما بس انصدمت ان 36 سنة بينهم وطبعا في الفيلم أنا ما شفته ومصدوم ان في فيلم قبل 36 سنة له دخلوا بذلك ايو يعني زيادة عليه ان لان يعني تام كروز صدق يعني يعني يوم يمثل ذاك الفيلم عمره 23 فيعني يتوقع ان اللي زيه اللي مدري في البحرية وطيارات وكده احت فيه كده ذبا يعني قلت عرفت تسوق سفينة يقول لا انا اطير طيارات وانزل بس فوق السفينة يعني في البحرية بس ما يعرفش شيء ابد وهي مشالة اللي تلخبط يعني انا اول شيش احضر الحين ليه في شيء اسم جوية بدين فيه بحرية عندهم طيارات هراد اجل المفروض الجوية عندهم سفن بلا شيء انا كابت قرأت مرة شيء السفن جوية فيه ذيك زيبلن ولا مكانت تتبع السفن اللي تمفجر ذيك فالفيلم يعني فيه فالكل مرس دور يعني ثاني ويرجع ندري سمن وتعب ومدشجاه ما توقع اني صار يمثل لانه يعني مشكلة نفسية وتلاحظ ان تام كروز يعني تشوفه حول الستين عمرا واكيد ان بالفيلم يعني فيها شيئا مكياج ولا شيئا بس يعني وين يعني انا بغصير اذا عمر الستين ابغصير زيه عارتان بغصير نصف انا حمني بزيه يعني تشوف جسمه وكذا يعني كده شوي كان يضحك انه باحد المشاه طبعا يحاول احد الشيء يبد بس مثلا احد يسميه يا جدي ولا يا عمي تعرف مثلا بعض الناس لو بينكوا بينه خمس سنين خلاص يا عمي يا جدي فكان يضحك ان احد ما لقيت الا ذات تقول عنه يعني بابس ولا شيء يعني ما هو بباين عليه مرة وكي مو بشكل عمره 20 بس يعني تعطي في الاربعينات ما تعطي في الستين فالفيلم يعني اقدر اقول ثمانين بالمية منه كان شمه مثالي تقيت تقول مثالي يعني انت كنش بشوي كريد حق يعني روكي اللي هو اذا عندك فيلم قديم وبعدين مرت فترة طويلة مرة بحيث الممثلين صاروا كبار وتبي تكمله لازم تبين على قراتهم لازم تبين انه خلاص وقتي انا انتهى والان لازم اسلم للجيل الجديد اتقبل التغييرات اللي صارت اعرف اتعايش مع على قولاتهم واشباح الماضي ومع الوضع الحالي يعني لو جاك فيلم انه ابد زي ذاك اللي قبل يعني بيصير شوي الفيلم يعني مدري يعني يضحك شوي حتى بعض الفلام زي ايه يعني على هذه على مسألة ان واحد اذا كبر وش يصير يعني يعني نوعية الفلام هذي اللي يعني تعرف انت انه جابلك بطل عادة زي سوبرمان لشي يعني على حسب ممكن يجيب لك حياتها العادية انه مو بس ينقذ وكذا انه تسير لاشياء يعني في سلبيات كذا ف نوع ما بس عالة ما يوريك مثلا مرة معاناة سوبرمان مثلا يعني اوكي يوريك ان يشتغل شغلة مثلا عادية ونفس الوقت بطل وكذا فهذا شوف انه يعني الشيء الوحيد اللي قدر اقوله بدون ما احرق هون في شوي تعقيد ولا زيادة بالقصة عشان تكون مثيرها اكثر بس بالنسبة لي نقصت شوي مصداقياتها لكن في شيء مرة رهيب بالفيلم اللي هو انه طوحين عندي فضول اعرفوا شو الشيء ده بس عالي الله كيف لا بس عالي اي لا بدون حرق حتى يعني تخيلت مثلا قصة انها زادت يعني مثلا بدل ما هو مثلا البطل ينقذ فلان بعدين مثلا ما ديش يصير له لا وبعدين لا طلع كذا وبعدين يصير كذا يعني عرفت اللي كان مثلا توست بفيلم مفرض انه أبسط من كذا شيء يعجبني مرة ولا توقع انه حرق هون العداء ولا العدو ولا شيء ما بينوا منه يعني ما هو بحطوا الكياروس ولا الحمد لله عرب ولا شيء عرفت اللي كانت يعني تخرب عليك تناظر فيلم بدين فجأة تنكرها بين عرب يطلعك من جو الفيلم فازين انه لا انه هنا العدو كذا يعني ما هو يعني الاشرار قصدي مو قلنا الفيلم يعني كلها يعني حرب ولا شيء ولكن هذي كانت مرة حركة حلوة اللي قلت اوكي يعني ما هو بلازم نعرف منهم مو بلازم تحط لياهم انهم عرب ولا مسلمين طبعا هذا هذا كويس يعني يمكن فيلم بطريقة هذي بس بالالعاب بالنسبة لي اشوف انه مشكلة لانه فيه توجه كذا في الالعاب بس أنا ترى الفيلم هذا يعني يعني الرهيب فيه هو مشكلة انه مش فيه حاول اتذكر تذكر تايتن فول طبعا المقارنة يعني مو مرضى نفس الشي بس عشان تشبيه تو بالقصة تذكر المرحلة اللي كنت تسوي تغيير بين الابعاد الظاهر انها كانت كذا اللي فيه عكس وارا وتنقل هل كثير الزمن ترجع الماضي لا لا مو بل ولكنت بعده بس يذكرها بس يزيد انك انت تركض بنفس المكان وفي يعني اللي يصدر فيه جدار من هنا مكسور انت لازم تضغط الزر تغير عشان يتلطع لك الجدار اللي كان موجود هنا ممكن يكون بالزمن مو ببعدي بس هذيك من الاشياء اللي اللي زادت رهابة الشي ذا انه كان جاي مفاجئ والناس كانت ما تحرص نتعلمك انه اوه فيه الميزة الرهيبة دي كان يقولون اللعب وانت ما تتجي توقع لو اي احد تجي تقول والله المرحلة هذه كانت رهيبة فيها كده 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 ويجي واحد عارف بالضب شو بيجي وبيلعب بيقول اوكي نايس فالفيلم ذا فيه يعني فيه شوي من كده اللي الاحسن يمكنت عندك تصور يمكن التريلر اعطاك تصور او شي وحشة على العماء يمكن ما يعجبك طبعا انا شفت اترا على العماء انا شفت شوي من التريلر كان عندي تريلرز كده عندي تصور عرفت عام بس وانا ناظر الفيلم قلت اوه اوكي يعني مرة رهيب والشي اللي اتوقع هذا طبعا يمشي على جيلنا واللي قبل شوي الجيل الجديد يمكن مفارق معه اللي اعطاك فيبز الافلام القديمة اوه اللي تابع الافلام القديمة يعني ويحب لا يا رجال انا ادخل على يوتيوب احيان وولقى موسيقى من التسعينات ولقى ناس حرفيا يعني مراهقين ويكتب يا اخي موسيقى زمان احسن وطبعا قلت يعني عاشها ولا شي اراد يعني زمان الطيبين بس انه هذا كويس هذا دليل انه فعلا الموضوع بس مرتبط ب والله اوه لانها مرتبطة بذكريات وكذا لا هو ما عاش معها اي ذكريات ولكن يعني قاعد يسمعها ويقيمها كما في فيعني اذا كانوا في ناس زي كذا يتابعون افلام نفس الشي فهذا جزء جيد فيه انا بالنسبة لي شخصيا افرقت صراحة يعني مديهو كل شي ولا مو كل شي ما كانت يعني والله سي جي آي ولا كذا اللي بس كمبيوتر وركب هو توم كروز يقول كل ستاند هو يسويها اي بالضبط بالنسبة لي انا داخل شايف الفيلم وانا عارف المعلومة دي ما اقدر اميز بين وش الشي اللي ما استعرفت اللي اتناها تقول زيد قيمة كل لقطة اللي لو انك ما تدري عن الشي او لو انك كمبيوتر يصير بالنسبة لك كنا قاعد تشوف سبرهير في طير يمكن اللي ده ما صارت الموسيقى راكبة والاخراج راكبة واللقطات راكبة بصير كذا اللي اوكي كنا في لعبة اللي ما يعني لك ولا شي قاعد تنتظر يوصل عشان يلا خانخلص لا وانتدري انه والله هو اللي قاعد تسوي كذا ما ادري كذا يعطيك شعور رهيب زيادة علاقة لنا بالنسبة لي تجربة رهيبة يعني حتى مثلا بالنسبة الماضي مثلا بدون حرق بس في طيارة قديمة في 14 صح وقع ما دي ناس قديمة اقدم شي اللي يقولون قديمة واشي الطيارة قديمة هذه تراهيل اللي كانت مع في الجزة الأول يعني حريصين على ذلك الحركات عرفت حتى مثلا فال كلمر هذا أيسمان اللي يعني ما كان نصلا يمثل بالفيلم لنظار قبل 12 سنة كانت فكرة في الجزة الثانية وكان بالكلمر بمثل بس الحين لا فزي اللي توم كروز أصر أنه يكون له مشهد بسيط عرفت بيه يكون موجود لأن يعني في الجزة الأول هو إياه اللي يتسابقون على تابقن وخاص اللي بشوف الجزة الأول من بحارق وطبعا فيه مسألة أنه شي صار في الجزة الأول وعقب 36 سنة تبعاته الفيلم أقدر أقولك يعني ما نبقى لك حين والله القصة اللي نسجم من الخيال ورهيبة ولا شي ولكن يعني ما أدري أقدر أقولك مسوى بحب يعني تحس أنه المسويه يبي أنه إيه أبي أحترم ولا أقدر الفيلم الأصلي فيلم وعلى فكرة الفيلم الأصلي ما كان يعني النقاد ما أعجبه مرة بس كان يعني يعني بعزين وحتى من اللي أتوقع ترى حتى هذا ترى يعني على الأقل من اللي حوالي ما شفت أحد كم متحمس مرة كل اللي كنت أسمعه آه فيم طيارات توم كروز خلاص ما كده اللي كل ما مر وقت أكتر كل ما سمعت أرائجبية أكتر عن الفيلم وأيشوف الناس بدون يروحون شفت كيف أروح أروح ما أروح يعني بالعادة الأفلام اللي كده اللي يصير في موث الاسم تقيق صار للتسويق الناس يروحون يشوفونا كده بات مان ولا ما دري اللي تلقى أول أسبوعين أحرق أم الفيلم بعدين خلاص آراء معروفة ما عاد في أحد يتكلم عنه هذا قاعد أحس نفس الشيء اللي توقع كده كانت من خفضة فعشان كده صار فيه ورد أو ما وتيجاب مرة وتقييمه ترى عالي جدا جدا يعني كان مية بدلا صار تسعين سبعة وتسعين وأيضا يعني قرأت استقربت أنه ما لفترة طويلة أنجح فيلم لتوم كروز يعني قلت في وين طيب مدري ميش الممكن أجزاءها فيعني الفيلم تقرأت ناجح كلش يعني أعجب النقاد بعزين ويعني مكمل ولا يعني نهاية للسلسلة يعني أوكي جزء واحد بشكل يعني محترم يعني يعني ما قدر أقول لني يعني مصمم أو مصلح بحب وأيضا يعني فيه احترام لل نفسه واللي فيه يعني ما هم مثلا تعرف بعض الفلام ولا شي وكان يسحب عن اللي قبل كان لا ما صار ذالشي عرفت لا فيه تبعات حتى مثلا شي بسيط في نهاية الجزء الأول هنا يتكلمون عنه يعني عرفت ما دي ما تبقى أنه حرق بس يعني 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 يقول في الجزء الأول صار يدرس يعني مدرب طيران ففي الجزء الثاني يقول لا كم شهر مليت يعني يعني فكلها حلوة يعني 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 طبعا بس التوضيح للم ما عليش ولا طاق بس أنا ما شفت ترى الجزء الأول فيمكن بعض يعني يحس أنه ووالله بيفرق يمكن أوكي تتذكر بعض الأشياء تلقى بعض الترابط بس أنا ما شفت الجزء اللي قبل وما كنت أدري أنه فيه فيلم اللي يوم خلصت ويوانا ناظر اللي أوكي يعني مبسوط وكل شيء واضح على فكرة أنا أقولك شيء أنا شايف الجزء الأول من زمان مرة يعني 20 سنة أكثر حتى خويه هو اللي قام نبهني على الأشياء ترى ما جبت خبرها أكثر أردت يعني ما يحتاج الطيارة أنا كنت ناوي شوفها قبل بس يمكن مع الكورونا وكذا فيوم رجعت من الفيلم أمس رحت وفتحت وكيبيدي على الجزء الأول يتخذت ذكر الجزء الأول من اللي كان فيه فقرأت قصة الجزء الأول اللي هي بسيطة مرة يعني ما فيها يعني هي أكثر على اللحظات وهي نفس الشيء القصة نفسها لو تشرحها صار كذا قالوا كذا صار كذا قضينا لا الفكرة يعني كيف شخصية مافريك ليوتون كروز كيف أنه قاعد يتعامل معنا يعني عدة زمنه بس في نفس الوقت لا زال عنده ما يثبت زي كذا هل شاء تعجبك يعني على قولاتهم الرحلة هو ليست الهدف للنهاية عرفت فعشان كذا نشوف شيء مثالي زي ما قلت الشيء الوحيد بس أن القصة كنا شوي تعقدت كانت بتكون أبسط مع أنه دايما ما هتدري شلون يعني طبعا هذا لازم حرق ما رفهم لي بحرقة بزي اللي مثلا هل يصير كذا بس هذا معناه أنه مثلا مأساوية النهاية ولا تصير كذا بس هذه هوليودية بزيادة ولا كذا بحس ولو مع هذا كله أنه لازال ناجحين عرفت يعني يمكن ما أعطيه ما أدري كم 97 ناس أعطيه 9 من 10 بالراحة لأنه فيلم عنده هدف وقدمه بإتقان يعني بشب إتقان يعني بس بتعقيد شوي فلا أنا أنصح يعني أنت أول مرة تشوفه وجازلك أنا شايف اللي قبل بس ناسي وجازلي خوي شايف اللي قبل وذاكرة وجازلة فحسني يعني غطي يعني وهذا زي ما جبناه مثال اليوتيوب في ناس كذا اللي مثلا هيمكن ما لحق على توم كروز مثلا شاف ليمكن فيلم فيلمين مؤخرا وهذا الفيلم 36 سنة ترى عمر 36 سنة عمر يعني 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 20 سنة تعودناها الحين للعاب وإذا مرت 20 سنة 50 سنة لا 36 أطول 36 يعني عمر واحد يعني عردت عمر شخص يعني كامل يعني فلا لا ممتاز وطبعا السينما دائما أنا يعني كنت مزمان فيلم السينما وأيضا خوي يعني كانت جمعتنا يعني نجتمح لنا كل سبوع سبوعين كل سبوعين أقرب فكانت حلوة يعني عشان كدهما نحب روح السينما يعني أي صح تأخذ لك بشار مبالغ بسعره وببس أيضا مبالغ بسعره وبس التجربة نفسها حلوة أنك تروح مع أخويك حلو أنك تشوفوا الفيلم في السينما في ناس ما دي في ناس تحمسوا قوم يصفقون ما دي صارت لك لا لا صارت لي ب سبايدر مان هذك وش تصفق صح صح هو هذك لا لا جابين لك غارفيلد و مكواير وذلك كيد ناس يصفقون أنا هذي لابس الشي لعب على المشاعر عرفت اي او يوم تطيح هذيك وما انقذها بس هالمرة هيقدر ينقذ هذي و انصر دينك وذلك هذيك لأ خليكم هذيك هل عندك آيفون صح اي ما عطوك أبل تيذي بلاس كده كم شهر 6 شهر من كم الا وخلص بدون لا أشوف لكن بفعل قبل لا يخلص حق البلاي سيشن 5 اي ليه في مسلسل اسم سيفرنز لازم تشوفه ولونك فاضي شوفه جلسة واحدة سبا حلقات مجي كم لان انا سويت عنه فقرة حرق مرة في افكار رهيبة يعني خليك صدق تفكر يعني اول حلقة تشوفه توقفه تقول اف تقيقة اما لو ذا صدق طب شو صير لو كذا عرفت لا لا ممتاز مرة نسلسل يعني ما ديش على ابل تيفي غيره يعني كان فيه تد لاسو او كان يقولون سي بعد عجبهم اي بس لا هذا شي ثاني هذا فخم عرفت هذا لون على اي قناة بشوفه اوكي تمام طيب تولف بما نختص فيه او انا خلاص اتا انا زي كروز اسلم الرأي مشكلة انت الجيل القديم وبالجي الجديد عادي تسلم اجملة اللي يركضون هو يمد يده وذاك يعطيها من وراء عرفت فكنك كنت هاي تنفول ترجع بالزمن لا هو يعطيه يركض على وراء وطبعا اكثر شي صار يعني لان حلقة اللي فاتت غطت المؤتمرات الكبيرة بس كان فيه مؤتمرين صغيرات مرة على ربع ساعة هواقل ومدل من القرادة نفس الوقت كابكم سكورينيكس يعني اش تعوي يعني ولا تقوم مثلا فارق التوقيت يعني اردت مدل بش تلي خلنسوي في نفس وقت ذولا كان وحدة في الليل يعني قوم الجمعها رسميا فسكورينيكس كانوا مسمينا فانال فانتزي سيفن سيليبريشن عشان 25 سنة فبدأوا اول شي بسؤالي في مدري عندهم لعبة فيرست سولجر اللي بات الريال جراتها شوي على الجوال يعني مدري عبت الريال الجوال محتاج تفرح مليانة مشتريات اللعب شوي حلو بس ممكن مكرر هذه بس انها لك هات فانتزي تبي مثلا شخصيات زي زاك ولا سكوير ولا كلاود لخبط قد سكوير انك شغلت شي شفت رايح احب ابحث عن اللعبة جدي اشوفوا شوال لا 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 هذه لا تضيع وقتك معها قد شفناها من قبل جوق يلون الموسم الثالث اوكي ما عندكم من العشر دقايق قائلين وبديتوا اطلعونه بهذا بس طبعا هنا الميزة هنا يعني ولو نظريتي كانت اللي عند جبتهم الكيس صح كل ما قصر مؤتمر كل ما كان حماسي اكثر لان يعني عالقل يمكن كل شي سريع فعقبها في لعبة افر كرايسس اللي هي كل شي في الفونتزي سيفن اللعبة واللعبة الجوال واللعبة البي اس بي واللعبة البلاي ستيشن 2 واللمي بزين اسمها درج اللعبة نفسها اسمها درج درج في سيربروس كلها في لعبة واحدة وحتى الرسم يتغير مرة كنا كرتوني مرة كنا ريميك هذي ودي تنزل على جهاز منزلي يعني نزلو فانفونتزي 15 بوكت ايديشن اللي كانت حق الجوالات بس لانا شامل القصة كلها يعني بس انها هي لعبة لعبة جوالات اللي يعني تشتري ملابس بعشرة دولار ولا شي واللعبة بلاش وحلقات يعني فيها نفس الشي فما ادري كيف تحولها اللعبة جهاز منزلي وتتخلى عن هالاشياء يعني لان كل تصميم اللعبة لانك ودك تشتري ملابس طبعا هي سنجل طوير يعني لعب واحد فشكلي اكتر شي بعدين انتقلوا شو الاخبار الوثيرة تزود شوي انتقلوا الى ان فانفونتزي 7 ريميك اللي نازل على ابيك لها 6 شهور بتنزعها ستيم يعني شي تتحس وكي تغريدة وتكفي يعني وعليها تخفيض شوي جيت من 190 انحلت واجد من المشاكل اللي كانت مسخة ايفك لانها كانت يعني بعضها في الدرايفر يعني غيرهم فيديو الدرايفر طبعا هي بدي تجيك يعني شوي يعني لا يمكن صريحين سكري نيكس مون بيهتموه بمستقبل السلسة زي ما يهتموه بفلوس الحين لان حصرية ابيك ما لا سنع يعني لعبت بي سي على الأقل مو مثلا اكس بوكس ولا بلاي ستيشن جاي زي مختلفين لا لعبت بي سي فعلى ابيك ولا على ستيم نسو الشي فتأخر 6 شهور له مع كذا يعني هذا احنش ندخل لك خبر في شي فانفونتزي 7 وهي توها نازلة اعلى فانفونتزي لاعبين لان على ستيم واجهة من اللعبين تخلف رقم 15 يعني اعلى من مثلا 12 و 13 اللي هين قدامك ثرفا فيعني ولو يعني قاعدة بيعزين فأي سكوير كسبانين بس ما حسنا حلوة انك تخلي اللعبة حصرية على منصة على نفس الجهاز شوي ابيك بعدين شوي ستيم عقبها عاد بدل العيار الثقيل يعني كان عندما لعبتين الولى فانفونتزي 7 ريبيرث اللي هي الجزء الثاني في الرميك الاول سموا ريمايك الثاني سموا ريبيرث مجلس سموه الثالث كنت توقعي ريونيون بس لاس تختموه هو مؤكد انها بتصير الى ثلاثة صدارات ايه هم قالوها حطولك حتى شعار الاول شعار الثاني وشعار الثالث كذا مظلل ما تشوف شيء طبعا يعني الرميك الاول مرة ما تحس انه ولا خمس اللعبة ولا اقل حتى فما ادري كيف بيصير ثلاثة فهو يا انهم بيعني بده يتخطون بعض الاشياء ولا يختصرونها اللي انترى الجزء الاول الاشياء اللي بقى احيان في الجزء الاساسي في اللعبة الاساسية كانت صورة ولا مشهد بو دقيقة خلوه شيء بو نص ساعة ساعة فيعني لو انت لعب اللعبة والسبب ما ناشم في مخك مرة ذلك الـ 25 سنة بتكون في نعيم وتلعب الرميك لان اوه هذا اللي كان تكلم دقيقتين الحين صار مشهد كامل وفي مقاطع سينمائية فمن الناحية يعني ايه انا كنت مرة معجب الرميك لو لبعض التمطيط اللي يعني اكثر في اللعبة تعرف اللي مثلا اكثر من باب يعني بعض العاب اذكر برسونا اللي مثلا خلص شيء في الدور وطلع فيه دور ثاني وثالث هلأت لي خلاص يعني فكرة والله وصلت فما ادري بالضبط هل بيكون مثلا الثاني والثالث اكبر محتوى بواجد يعني شيء صدق زي برسونا شيء كذبه مية مية وعشرين ساعة ولا بيختصرون ولا وشي الطريقة بس متحمس له يعني مرة يمكن كان الاستثمار بالاول اقل لان فيه يمكن تحفظات ما يدلون قديش يعني التكلفة والتوجه هذا يعني هل بيكون بيلقى النجاح اللي يوفي ولا لا يمكن يوم شافوا والله في مبيعات في طلب قوي مرة لانه طول ترى بين الأول الثاني الأول كم كم متى نزل خلك من اللعنة قبل سنتين نزل قبل سنتين او الله مبعيد البلاي ستيشن فور ايه وهذا يعلنوا انها السنة دي ولا السنة الجاية لا هذه قالولك الشتاء المقبل الشتاء اصلا يبدأ 21 ديسمبر وما في حد ينزل يعني في الآخر سبوع في ديسمبر يعني كريسمس ونيوير وذا فصدق انها بداية 24 الربع الاول اللي هو عادة الربع الأخير المالي الربع الاول السنوي يعني السنة هو الأخير المالي فيحبون اللعبة تنزل هناك ليه لانا تتوزع مبيعاتها على السنتين عرفت فتشوف مثلا يعني حتى 27 ريميك اصلا كان مفروض تنزل بشهر مارس بس تأجلت البري فخربت عليهم شوي فهذه انا مرة بتحمس لها والصدق ان يعني المضحك انها ثاني اكثر لعبة بتحمس لها اول لعبة هي 26 يعني مين مقصودة بس 16 مرة مرة يعني شي بتحمس له ويمكن ريميك لسنتين على بي سيشن فور سنة على الفايف ما نزلت لعلى بي سي ما توقع بتنزل على الكس بوكس خلاص ولا اعلنوا هذي على الكس بوكس ويعني بي سي ما يقولون شي لنا بعدين فيبدو ان 7 ريميك حصرية البري سيشن 16 حصرية البري سيشن حاليا على اقل يمكن نزلون بسنة سنتين فصدق يعني هذا تحصن شي قوي لسوني ما توقع شوي يعني سوني ما عنده فلوس مايكروسوفت ما بتشتري شركات 90 مليار ولا شي فبس يبدو ان يعني علاقتها مع سكوير حتى مثلا بيعات الالعاب في اليابان نزلت فما تقول يعوضون باليابان الرجال الفااملزي 17 يمكن 10% بيعاتها في اليابان بس والباقي برا يعني اليابان صاير سوق يعني شب غير مهم غير هاللعبتين او غير هاللعبة الثانية ما هاللعبتين في فااملزي 7 كرايسس كور ريونين بعد مدري الترتيب ريونين قبل كرايسس كور ولا شي هذي اللعبة نزلت على البي اس بي 2007 وكانت ديسك بس تذكر البي اس بي كان البي اس بي في وسط علبة بلاستيك اي ولما قد شرأت كنت تحتري البي اس بي برو كنت تحتري نزل البيتا شرأت لا لا بس بعروف البي اس بي كنا صراحة الله حق كان فيه ايام القرصنة ولا يا ذو بالله هو زان القرصنة لان اللعبة منزلت رقمي فانا شاريها يابانية وامريكية فعندي ديسكين بس ما في رقمي فعشان كذا منزلت على البي اس بي على البي تا عشان كذا مين موجود لو عندك بي اس بي جو المضحك القرصنة هن احد اخذ الدسك وسوى لامج فسوى الشي اللي ما سوى سكوير اردت يعني لو تلقاها رقمي ما في مثلا لا شريعة من المتجر لا صميم موجود رقمي شوى تشتريها وكان حتى كينغ دم هارت فما ديش كان فيه شي غريب ذاك الوقت يعني ونزلت فهذه يعني اعلنوا عن ما دي ودي تشوف تعرف اللي الرسم تحسن واجد بس لازال مهو برسم ذا الجيل قصد كانت نير اللي هي الاولى لو تشوف ما تقول ان هذه لعبة جيل حالي يعني ما هي مثلا تنافس العاب اخرى بس في نفس الوقت ما هي رسمها يعني يعني مجرد زبرقة ولا شي عرفت تحس اللي عدل وعدل وكل ف طيق حتى انا بدي ارسلك صور هذا اللي ريل تايم جالس اشوف شوف الفروق لا الفروق لا بس قاعد اشوف الفروق شوف اللعبة نفسها غريبة شوي يوم نزلت لانها عندك زاك هذة شخصية يعني يتكلمون عنه فانل فنتزي سبن بس ما تشوف لانه مو موجود ارسلتك عمون صور شوف مثلا الفرق يعني ممكن تقول ان الرسم الجديد ما هو معنا ترى بلاي ستيشن صور هي بلاي ستيشن 405 ولا بس 405 فتشوف الفرق فيه فرق فرق كبير مهم هو مثلا بس رزولوشن اعلى ولا زا برقى يعني كنوا رسموهم جديد بس بشكل شوي متحفظ ولسبب ما بيغيرون او بيسجلون الصوات من جديد يعني فيه تغييرات بسيطة منه ومنا وهذه تنزع لكل جزء فشوي غريب ان بريكول الفانل فونتزي 7 طبعا كل جزء مو معناها سويتش عارض سويتش مو معهم اه اي ما توقع لنوع سويتش عنا طبعا سويتش الحين صار فيها العاب كلاود تلعبها عادي يعني حتى تشتغل هي تصدق تكلام شغل تكنترول عادي لعبت اخصي فيه ريزن تيفل 7 فهذه اللعبة كانت غريبة شوي ليه لانها فيها موسيقى رهيبة القتال شوي مكرر بس فيها فكار يعني بس القصة كلها قصة تراجدية يعني لان هذا زاك شخصية تراجدية فالنهاية كذا يعني حماسية يعني اللي صدق تلعب على الأوتار بس طول اللعبة شخصية زاك تعرف اللي يعني اللي جاد واللي حول مهبل يعني مهبل مهبل يعني كان مقصودة يعني اللي حول يقولون خرابيط وهو زي اللي عرفت الحركة ذي اللي يجيب لك واحد كنا عاقل وحول مهبل ويحاول يتعامل بفضل طريقة يعني يعني هاي يسمون ستريت مان ف يضحك شوي كان يعني مادي واحد اسمه جنسيز وأنجيل كلهم يقولون خرابيط تعرف إذا جاك ستريو تايب للعاب اليابانية اللي يخربطون يقولون اشياء ما تمفهم عرفت يعني تخيل فيها مثلا أن معلومة تنسافر وثيستخدم علبة شامبو وعلبة بلسم كاملة كل ما تروش يعني ويشتر معلومة اللي في لعبة أرد يعني شي غريب و جينسيز وكان أصلا فيه مغني كاكت كان يعني شخصية عليه وكان يقال أنه سبب اللعبة انزلت عشان يعني يبي فلوس عشان يحطون وجهم جديد فاللعبة مثير اهتمام ما قد أقولك رهيبة مثير اهتمام أنها يعني ما بصاحية شوي بعض الحوارات ندري واحد يأكل شعر واحد سين واحد يقد يغني وكذا في وسط قتال يغني ويحل لازم تشوف اللعبة أصلا أنا سواء التويت الكم مقطع مبصاحي يعني حتى مثلا يجي الواحد يقول ان تشتبي يقول أنا نتحكم بالعالم يقول صدق نجدك هذا الجواب اللي قالت شي مهم فهذا الحال يخليك تلعبهم جديد عرفت انها بس كده يعني كأنها كنا شوي سينجر في فاردايس يعني يعني كانهم معارفين ان القصة خرابيت فخل نطنس فيها ولا شي وبس يعني في عشر دقائق يعني كان كمية حماس مركزة يعني بيجي قاعد في ديوات وش بتصير فالفانزي سيفن ريبيرث وش بيسوهم كرايسس كور ومن ذا الكلام ونفس الوقت كان فيه شي الكابكم حق بس دراغونس دوغما يعني مؤتمر كابكم اللي تكلم لعني حق اللي فاتت جاء هذا يتسنو اللي هو مخرج دراغونس دوغما ومخرج يعني كرايسس 2 طبعا ديفل ما يكراي من الثالث فوق والثاني جاء على آخر فجاء وانا طبعا مش عظل بثين تكلم عن وش اللي ألهمه وكان يلعب دنجزن دراغونس ها شفت تكرا لعب هذا بوض جيم صار ملهمة جدا او فعلا يعني واجد ما يلعب يتكلمون عنهم دراغونس ممكن يقول عن ألهمتهم فقام يتكلم اوكي وش تاصل يعني يقول وش بغو يسوون في دراغونس دوغما وزي كذا واخر شي يفتح تيشيرت دراغونس دوغما تونس حركات ريزن تين يحتاجون حركات اليابانية اللي قال اللهم يعني اللي يعني مفاجأة بس قصتي عفوية لو كانت مثلا غربية أحس بتكون احترافية أكثر بس أقل عفوية عرفت اي لأنهم لأنهم تتخيل هذا كذا اللي يجاو قال واسبع اسمع عربة تيشيرت بدون بقول كلام وأوريهم تيشيرت لا ذولاك بيسوون سبعة الاف ريهير يلا يلا ورنا شون اولاء دقيقة لازم الزرار اللي بالنص ينقطع علشان يطلع فيه حماس أكثر حزن مبرمجة أكثر من انها على قولتك عفوية تو ذكرتني بشي كذا كرنج قبل ما عاربت كرنج كاس العالم 94 شوف هذا أقدم من 94 قبل 28 سنة صح شايف شايف هنا كان حفل افتتاح وحده ظهر مغني كنا تشوت بلنتي ومفروض يطيح الباب مقوة شوت كما شاتت الكورة وطلعت برا الكورة وطاح الباب ولو لأن مجهزين فطلع أسوأ يلاتي ما طاح يذكرني بعد لشان دخل لألعاب مؤتمر مايكروسوفت حق كينكت اللي يتحرك واحد دار ستار وورز وتحرك شخصية في اللعبة بدين كده فجأة لاحظنا أن الشخصية تحرك وما يتحرك هو عاربت فمسجل يعني ما ضبطها حتى ما عرف يعني حتى يمثل أن يعني قاعد يتحكم بالشخصية فبس دراجل ستوكما ما أعلنوا شي زيادة هذا أنا مرة متحمس لها صراحة دراجل ستوكما ما لعبت الأولى بس أذكر الكلام عنها كانوا قلون أنها يعني الأكشن فيها رهيب وظاهر قتال التنانين كان يعني أذكر الوصفة اللي كنت أسمع عنها كان جدا مثير الاهتمام كان شيء كده اللي أحس وشفت لها كم فيديو اللي قلت يا أخي هذه اللعبة حس يعني لو نزل لها نسخة جديدة طبعا هذا الكلام من زمان قبل 10 سنوات وانا أسمع على شيء ذا وقاعد يقول أوف والله اللعبة له أوه ممكن لا مباشر والله ما دي قبل كم بس زبدا أنه يعني قبل أكثر قبل أكثر من يعني الأكيد أنه قبل أكثر من 7 سنوات وشيزا كده اللي قاعد أقول أحس أن هذه لو نزل لها جزء جديد محدث ما علنه بس هو يعني تكلم واجد عن أشياء في مستحيل ذلك الأشياء ما تنحط يعني ظهرت تكلمت عنها بحلقة اللي قبل قلت أن من الشيء المويزة فيها كان البون سيستم اللي هونت عندك شخصيتك وبدأ عندك شخصية مساعدة الشخصية مساعدة تقيت رسلها طبعا تبقى عندك بس يعني كنت ترسل نسخة منها وتقدر تاخذ نسخ من شخصيات الثانين اللي صير إنه إذا شخصية قد لعبت ذات دونجون صير تعلمك وين تروح لأنك جتها المكان وإذا ما قد يعني لعبت لا ما تعرف فيقولك أصبر فيه سلاح انتبه هذا كده غير طبعا القتال إيه كنت تتعلق الرجال بطير تعلق فيه من عند رقبته ويطير وتقدر طعن فيه وتطيح يعني فيها على أشياء بس ما كانت اللي موزونة ولا القصة رهيبة والحوارات جوهراها يبيلها مني واسية يعني ونزلوا دارك ريزن اللي كان بعض التعديلات في اللعبة لأن السيف حتى كان لازم تاخد تشتري شيء ما تشتري بفلوس يعني تشتري وتحط كريستالات وذا يعني كان يبيحط لك يعني كنا صدق الفاس ترافل شيء سحري مهوب مثلا والله بس مر من ذا المكان يمفتح وكان في طبعا الجزيرة نفسه حق الدارك ريزن اللي يعني توجهها مختلف ولاقت استحسان بس ترد نزلوا لعبة أونلاين قبل كم سنة ولعبت هنا في اليابان وكانت يعني كنها ممأو بس طرنز دقما وما يبدون أنها نجحات لأنهم وقفوها يعني أو أن يعني كابت مصنمم يعني شركة قادرة أنها تدعم شيء أونلاين فترة طويلة يعني فعلا ما في شيء طول معه ما بد يعني أوتبريك طبعا من زمان بس حتى ريفوليشن من زمان ريفوليشن وما ديشش حتى بس اللي فيها أرأي بالبداية اللي أونلاين وفيه الحين ريفيرس رياله بتنزل فأنا نضعه من نسبة لي زين لأن يعني وقت 360 كابكم جابوا ثلاث سلاسل جديدة Dead Rising Lost Planet وDrags Dogma يمكن جابوا شيئا ثانية يعني ممكن تعتبر سلفات The Cross Tekken عقبها الجيل اللي فات ما في شيء جديد أبد الجيل اللي فات ما فيه ولا لعبة جديدة كلها سلاسل قديمة يعني كلها تكملت سلاسل فأنهم يرجعون سلسلة على الأقل يعني ودي بعد تيجي Dino Crisis ولا أن يموشا وأن يموشا طلعوا جزء وبدين ما عد طلعوا يعني مسخة محسنة فأنا زي كان بشتري أصلا يرجع مشكلة معني شرعتها على البلايستيشن لكس بوكس أمس 4 دولار يعني دفعت 8 دولار 30 ريال مشكلة نسختين مع النظار عندي على البلايستيشن اللي يقيمها بس ممكن عندي دسك ولا شي مشكلة تيرتش أشغلها بس أدعمهم إلى آخرة وشوف على ستيم يقول لك أعلى مبيعات للعبة أو مو مبيعات عدد اللاعبين ومتزامنين في ستيم من 6 سنوات اللي هي يوم تنزل على البي سي والسبب ما ترى هذا بعد إعلان ذا الجزء ايه بعد الإعلان وعلى فكرة اللعبة مدري مين موجودة على ستيم السعودية عندنا مادري هذي كده تبعات الأشياء القديمة يوم ما شاء تمنع عشوائي والشركات خافون فمين موجودة يعني عندي اللعبة بس ما قدر أهديها أحد ولا شي وموجود الساونتراك بس اللعبة نفسها ما تلقاها بس يعني يقل هذي اللي عنده بيسي يدبر نفسه فولو أنهم كانوا مؤتمرين قصار مرة على عشر دقائق إلا أن يعني كان فيهم حماس يعني أكثر مؤتمرات واجد لأن حنا نبغل مفاجأة يعني ما نبي يعني هو شو شو منشب مو ببعنا أن تعطي معلومات بس طريقة تقديمها نمكن تقول نفس الشي بس هنا يحمس الناس وهنا لا غير أخبار صراحة فيه بس زي اللغط اللي قاعد يصير على فورتسا موتورسبورت لأنهم قالوا أنها 4K و60 فريم وفيها ريت ريسنج خلال اللعب بينما مثلا جران توريزم لا التتبع لشععة طبعا تتبع شععة ترى كل ما يعني فيه ريت ريسنج يعني كل ما كبيرة يعني في ريت ريسنج في ريت ريسنج في شادوز يعني ما هي ريت ريسنج شيء يطف فيها تشغله عرفت شيء يعني ممكن يكون أثره بسيط في اللعبة ولا أثره مرة كبيرة فعاد قاموا يجي يشوه هنا بعض الحسابات أنا عاد يعني في حسابي الأساسي ما أشوف هذا الخرابير بس حساب الثاني حق شطحات معنا ما لدخل أشوف اللي كذبين مايكروسوفت واللي دافع وذا قلت أش واني هذي أنا إصري أنا يعني في نعيم مبعد عن هذا التراهات يعني نصابين كذبين فقالين تكلمون يعني Digital Foundry أنه يعني إذا قالوا هاهم مكيدين بيكون صد الدقة تنزل بوحيان التنيتي وما في MSAA ضربة أربعة زي قبل ممكن TAA فيعني وغالب الشركات مين بكاذبة زي كذا بس يعني يمكن يعني معنا آخر المحاربين الأجهزة المنزلية عرفتم دول اللي ياخذ على عاتق الحرب لا تتحمس مرة يعني لا ما هم مثلا مطورين للعبة عباقرة ما حد يصل عند رجلينهم لا يعني بالأخير كويسين هم بس يعني عرفت المبالغة اللي تجاه يعني يعني يا أنهم نصابين يعبون علينا يا أنهم عباقرة سحرة وكلها عشان تغذي الحرب فالرجال لكما دخلت سبيس شفت واحد داخل دخلته أمريكان ونفس الشي اللي يو 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 بلاي ستيشن in the house ما أدري خان الفنتسي is dope قلت كاي عندنا عندنا بخير نفس الكلام نفس الخراب لواحد كذا يعني حتى ده حاول يكون موضوعي بالأخير يعني يسخف حقين لكس بوكس يقول يشترون جهاز بس عشان يوانونون معروفة عشان يتحلطمون يتشكون أنه ما فيا العاب على game pass ومدري يقولون فيعني زي الواحد واحد نبعد عند الأشياء بس هذا يعني كان خبر يعني كبير وشيء الثاني خدمة البلاس بس يعني بتتكلم عنها بسرعة بتنزل عندنا يعني هي يا اليوم يا بكرة صراحة 22-23 مدري عشان استراليا متني يكون 23 فيفترض أنها يعني اليوم بتنزل عندنا طبعا تخلمت عنها قبل بس المختصر مفيد إذا خدت سنة يعني معظم الناس حتى يخذ سنة عندك العادي 50 دولار اللي زي اللي قبل عندنا اللي يعطيك لعبتين يعطيك تخصين سحابي يعطيك لعبة online بعدين تضيف عليها 33 دولار فيعني يطلع لك تقريبا دوارين ونص بالشهر زيادة 10 ريال بالشهر زيادة هذا يعطيك مكتبة لعب playstation 4 و 5 حول 300 لعبة رمية لعبة بس فيه تكرار يعني بحيان نفس اللعبة playstation 4 و 5 ما قدر رح سب لعبتين بختلفات ففيه ألعاب كثيرة ويعني هو منافس لخدمة game pass يعني تشوفه مثلا بالسعر فأرخص بواجب يعني game pass ultimate 180 دولار حتى لو اخذت عروض وكذا يعني ما هو بنازل مثلا 10 دولار لشي وهذا 80 فمن يبدأ نحن نقول هذا أحسن لذلك السؤال بس أقصد يعني مقارنة بالآخر يعني تقول game pass فيه ألعاب أجدد نعم وهذه الصورة قلت قالت ما يعني ما نؤمن أنك تحط ألعابك الجديدة من البداية آخر شي جد 13 دولار يعني حول الدولار في الشهر تأخذ ألعاب كلاسيكية طبعا بالنسبة لي مشكلة هي أني لازم أخذ الفئات لأنه فئات بالتدريج يعني لازم أدفع اللي قبل يعني ما قدر أشترك 13 دولار في سنة واخذ هذه حركة شوي بايخة لأنها تجبرك يعني تجبرك على شي يعني علقة الجيم باس لا تكتأخذ الجيم باس الحالة تكتأخذ جولد الحالة تكتأخذهم مع بعض تكتأخذهم مع بعض على شكل الجيم باس بس غالبا يعني في كلام كثير وغالبا هذا اللي بصير إنها بيندمجون يعني وبيتغير السعر أصلا جولد نهبله فترة ودبلوا سعره تذكر يوم صار 120 ضال المدري إيه وبدأت تراجعوا يعني كان زي اللي يقولون لا خلاص طعا مو ب120 شالوا اشتراك سنوي عليه تخفيض يعني يعني لو تلاحظ مثلا اشتراك البايستيشن و Game Pass Game Pass أرخص كشهر وأغلق كسنة ليه لأنه نفس السعر 15 في الشهر وال180 في السنة ما في أي خصم البايستيشن لا البايستيشن فرق كبير يعني فالأكس بس كان نفس الشي فهم ما كانوا يدبلون سعر الصدق وإنما كانوا بيشيلون اشتراك سنوي فلازم تشترك اشتراك شهر ضرب 12 وهنا يطلع لك ايه يطلع لك الشهر بعشرة ف120 فأنا صراح نصيحتي يعني مو بنصيحتي خلنقول لو بقول لحد أكيد اللي ما لعب ألعاب واجد يعني وحتى أنا اللي لاعب معظم ألعاب تطلع لي خمس سبع ألعاب زي game pass أكيد إنه زين إنك يعني بدامك مشترك هو ما تخيل إنه كل خدمة يعني الناس المستهدفين ويمكن يكونوا مختلفين أنا بالنسبة لي شخصيا كواحد أجد صعوبة أني ألعب شي فالثني بوقته خدمة سوني ما لها يقيم بالنسبة لي يعني كذا اللي ما نبدافع على ريال زيادة عشان ألعب اللعبة نزلت قبل 20 سنة في شي جديدة في شي جديدة بس ما هو بلعبهم هم عرفت يعني جديدة يعني قبل كم في لعب لسيشن 5 بسيشن 5 توقي نازل يعني يا بس قصت لي هذه النقطة يعني زي مثلا Godfall مثلا ما أدي بغض النظر أني هل لعب كويس ألي هم كويس خلاص كذا اللي راح أتعدت اللي ما أدري اللي أصير اللي أوكي لو الحين أبغى ألعب غالبا بلعب الألعاب اللي توها نازل اللي موجودة يعني حين لو مثلا جيت أبغى ألعب شي أقدم شي ممكن أرجع ألعبه هو Horizon Dead by Daylight من اللي فاتوا هنا واللي بيأخذون وقت أصلا على ما أخلصهم نزلت ألعاب ثانية فما مثلا ما راح ألعب مايلز ما لعبتها وو والله وفنزلت موجودة في الخدمة في المقابل بالنسبة لي شخصيا خدمة مثلا ماكروسوفت اللي تنزل لك اللعبة دايوان مرة توفر على كتير اللي أوكي أنا اللعبة اللي كنت ممكن أحتار أشتريها موجودة بجرّفها Death Stranding Death Stranding داريكتر سكت هذي ما جربتها بس شف Death Stranding هي الاستثناء اللي قاعد أحس لازم ألعبها اللي لأني عندي قناعة عن وجيمة بغض النظر اللعبة بتصير رهيبة ولا مبرهيبة فيه رؤية فيه شيء هو كان كده اللي مسوي عنده تصور ما كان يبغى يسوي لعبة اللي أبغى يسوي لعبة حالا مفتوح فيها كده أكشن وجلد يا والد لا عنده شيء بيسوي فودي ألعب وأشوف أجرب وش الشيء اللي هو كان بيوصف اللعبة دي وما يهم مني تعجبني ولا ما تعجبني هذا بيصير كده اللي أثناء التجربة قيم جربت في Eternal جربتها شوي بس أنا للأسف بس هاللي يعني طب غوصف تشيما لعبتها غوصف تشيما غارف وور تعواد يعني بس دخلت على موقع أقرأ هو شف أنا بالنسبة لي أنا لا البلاي سيشن ولا الأكس بوكس يعني أنا جيم باس نادر استخدمي وأخدني البلاي سيشن هذه نزلت ممكن عشر ألعاب عشان بس أتكلم عنها لأن أكثر هلاعبها بس تيجيب أحيان ألعاب يعني علاقاتهم تخليها يعني تستحق وطبعا مايكروسوفت الميزة أنك يعني خلاص يعني هيلو طرح مجدش بنزلنا لأنه وإذا العاب تأخرت بس هيل بلايد متى ما نزلت ستار فيلد هذه طبعا نكيد يعني هذه الحالة تكفي لأن غالبا كنت مشتري إلى الألعاب وإذا شفت إنك اللعبة بستين ولا حتى أغلأ فخلاص يعني ثلاثة ألعاب في السنة ورجعت الحلوس وبعد هنا العاب الصغيرة هللي من دمنا يعني حتى على الطريق فيه كده هي لعبة لعبتها وهي موجودة على الجيم باس بس ما شرعتها على الجيم باس بشي أعلمكم شي أقصد عشان ننتقل للعاب الذي عندك خبار أنت لا أنا ما أنا ما عنديش ما عنديش بس بس اللي التوضيح عندي بس بخصوص الخدمات تخصيا أفضل الجيم باس بس يعني قصد لو أنا كخدمة بتخدمني لكن ما كده لمستقبل الصناعة ما ودي ينجح حسنه مضرق جدا أنا كنت صالف من واحد من الشباب وكان يقول لي شيف سبوتيفاي مثلا سبوتيفاي كل نتشكه منه ما أنا يخدم فلوس يعني إيه عندهم سبعين مئة مليون مشترك بس بعدين يعطونك واحد عالمية من السنت على كل استماع فإذا ما أنت بنت أكبر واحد ما أنت بلايدي جاقة ولا دواليبا ولا شي ما أنت مدخل لك المبلغ منهم بس كنت صالف معك تقول لي وشوك تقول لي ما أعتقد أن سبوتيفاي وابل ميوزيك وطقاتهم هم اللي سبب ذا الشي وإنما هم نتيجة ذا الشي اللي هلناس ما تشترون سيديات يعني ما حدش تجري سيدي مثلا يعني يكفيك أن الفاينل عرفت الريكورد استوانا مش ده واحد قال لك نفس الاستوانا ترى الناس يقولون أنا ما يدري مش استوانا يا أخي ذا يكرر لنا نفس الاستوانا وذي كنت تقول شو استوانا مدري زي مثلا استوانا مثلا عبها ورجعها مثلا عندك زي مثلا تصك السماعة في وجه يصك لأنك تنزل التلفون تصكه عرفت مو معنى أنك تقفل يعني هذا زي بكثلا صكه في وجه يعني طقه في وجه بس الناس يعتقدون لا أن الواحد إذا قال سكيت السماعة في وجه يعني ضغطت اللي يقفل لا لا هذه كانت تسمع أصلا لكن اللي كنا جرس عرفت لي ترن رج التلفون كله ف الاستوانات ظهر أن السنة هذه وللعام بعت أكثر من السيدي الشي اللي قبل ما دي ستين سنة وقف عرفت فيدلك ليس ستين سنة بس ثمانيات وقف أو ستينات اللي شي واصدك ستينات ستين سنة فيدلك أن السيديات مر نزلت من بيعاتها بحيث الواحد صار يعني شي كذا نادر حق الاستوانات أنا عندي كم استوانات رأس ماء ما شغلت من الحين منها Final Fantasy 7 Remake وترجح ستيني بس ثمانة وشو إذا نزلت الراس حقه وقالت عرفت هذه بداية ما للأسف أنا شفتها ببيو شاك يعني ما بعد جربتها أنا شرأت واحد بس عد عجاز ف صح تقتشتري بعد الألبوم كامل من أبل ميوزيك مثلا من غيرها ومزون حتها بس ما حدا حد سويها تقول خوي ما بالمشكلة سبوتيفاي وغيرهم المشكلة أننا أصلا قبلها كان فيه نابستر وفيه قرصنة الناس ما عاد يشوفون موسيقى شي روح اشتري ويمكن منطقي ليه وهذه يعني طبس بالسؤال الحين معليش أنا كلامك فاهم ومنطقي بس بس ما عبر وصلت هذا كان المبتد عشان خير الخبر رئيس تيك تو مدش اسم ستراوس كان يتكلم كان يقول أن ما قال Game Pass بس قال حين ما نشوفه منطقي أن نزل ألعابنا من يوم الأول على خدمة زي كذا اشتراك لأن يقول من أبحاثنا الواحد يستهلك يعني ترفيه واجد من ناحية موسيقى ومسلسلات وفلام يعني أنت ممكن تسمع مئة أغنية هذا الشهر عادي ما نسمعون ألف حادي عندي قليل شوية تسمع مسلسلات ممكن كذا والله حلقة حلقة من Breaking Bad حلقة من كذا شوية كوميدي شوية على يوتيوب شوية كذا الأفلام نفس الشي مثلا نشوف لك فيلمين ثلاثة بعدين تروح مثلا للسينما الألعاب يقول لا يقول ما في أحد يلعب أكثر من أربع خمسة ألعاب في الشهر وبالعكس الواحد يمشكت اللعبة يمشكتك وإذا كانت خدمات زي GTA Online فما أتوقع معك أن هذا ما شوفوا نزين الألعاب ولا شوف حتى استحواذ على شركات نزين في معظم الحالات في حالات نادرة ممكن يكون استحواذ زين فأنا أنا بخايف من Game Pass وحتى خدمة سوني مرة لأنه ما أعتقدنا هي اللي بتدفد ناس لأنه على أنهم عندهم Game Pass وصحيحا Game Pass حق وندوز يعني نفايات محترقة هذا Game Pass حق وندوز اللي ما تنزل اللعبة واللي تنشب واللي إذا جيتم تسحها تعيي واللي ما تشتغل واللي يقولك ديالة الناقص يعني ما أدري شلون مفقعة كذا هذه معنا موجودة يعني توقع أننا على الأقل في ناس تشتغل عندهم صح خلق لخمسين بالمئة يعني مشاكل خمسين بالمئة لا معكذا لعب ستيم لعب ما يكوصفت على ستيم من أعلى المبيعات CF Thieves Halo ومدي Gears اللي نزل فكاننا اللي شترون شترون ولو هل هي موجودة على ال Game Pass في ال PC إيه فقيل ممكن لأنه Game Pass ما حد يحب يعني على ال PC ممكن هذا السبب بس يعني أعتقد أننا لازلنا يعني ما وصلنا لأن الناس يخافون مننا اللي يصير الشي كمادتي على أقلاتهم يعني وشه مثلا زي اللابتوب الآن الآن اللي يشتري ماكبوكير يشتري ماكبوكير يبغى هو اللي يشتري PC ويندوز أو يعني لابتوب PC ما يبي شركة معينة والله ما أهمها Acer Asus Shiba هواوي زواوي كل عنده واحد زي التلفزيونات معظم الناس بالإنش والله ذا 55 بلف خمس جيب طيب بس أنه OLED هل تجعل OLED هل تجعل أنت واتشك بس هنا زي الحم مثلا قبل فترة طلعت مبيعات الأجهزة في اليابان وكان Sirius S أكثر يعني من الكونسول دي بيننا السويتش هو الأكثر مبيعا وما أدري إذا كان فيه دراسات وتحليلات أو كذا أنا باعتقادي كذا كيف Xbox فجأة عندها جهاز قاعد يبيع الرخص سبب بس مبس عشان رخيص تجميعة جهاز رخيص مع الخدمة هذه خيار منطقي جدا بسوق زي السوق الياباني أسواق زي كذا اللي أوكي أجرب ليش لا هي تب أنا أحس أو يعني ممكن إذا بدت شيء زي كذا أو مع السحوالات Microsoft في متعصبين سواني اللي ما راح يفرق معهم بيدورون إلا المشكلة وما أدريهاش بس أتخيل أنه كثير من الناس بسرون أنا شف كم لي ما لعبت ما لعب يعني أنا ما بقعد بس هذا هي أنت واحد بس مع هذا مع هذا قاعد أحس بس ما بس ما أنا معه أشتري الحين أنا أقول أنت إنسان يعني أنت شخص خسرت الصناعة ورجعك كذا فما حولناك يعني أو حنا مش تخلنا فهذه هي أنت منت بشخص مثلا كان يشتري العاب كثرة هذا اللي أكسد أنه هي تبدأ بشكل اللي إذا صار فيه عزوف أو صار فيه زيادة أعداد عند إكس بوكس الأرقام قاعدة تزيد هناك عند ماكروسوف وفي ناس قاعدين يروحون هناك إذا سوني بدأت تنقص عندها الأرقام خلاص أوكي أنا لازم أسوي أي شي أسوي نفس الشي هذا توقع سوني وماكروسوف كلهم عندهم نفس الشي هذا تقريبا تقدر تقول أنه خلاص صارت الصناعة هذا وضعها اللي هو اشتركات موجود تلعب على المدى هذا المتوقع القريب ما تخيل أنه بيصير الشي هذا بس ما أستبعد أنه يعني يصير تعرف فومو على قولتك أو شي زي كده حتى لو ما أنت بشارك كل الألعاب ما في عمل تجربة كلها مو بجوك بس أحس أوكي أنا إذا اشتركت يعني ممكن أجربي ممكن تعجبني ليش لا صور آخر على قولت فومو وهذا شركة كانت طلع علعاب بس دسك ما طلعها رقمي وكمية محدودة وكان واجد يعني يقولون اشتبينا ليت طلع لعبة عليها الطلب ما طلعها رقمي طلعها دسك يعني كانوا يبون يحسونك بالفوم وهذا عرفت أنت راضي مو يمجدل دسك وبتقضي عقب شهر ف يعني أنا جوابي عليك يعني لو عندي لقطتين الأولى سوني ونينتندو وتيك تو يعني من أكبر شركات معارضين ذا الشي لأنه ما يشفون مصلحتهم لأن المشكلة طبعا إذا مو بس مايكروسوفت لتسوي ذا الشي إذا كل الشركات رجعت منافسة فأصلا فيه يعني مقاومة وطبعا المستقبل يعني حتى في تابغان كان يقولون يعني يعني أنت مستقبل بسي مالة قيمة بسي في طيرات طير بالنفسك طيب هذه ممكن تقولها قبل مئة سنة صلى يعني مستقبل مستقبل يعني قبل ست ثلاثين سنة يمزل أول كم يقولون له مستقبل الرجال بيتقاعد ويقول له مستقبل فأخلك من مستقبل يعني أنا أكثر شي صلا كان زي مع ستيديا كان يروش عن ضغطي اللي بيسوي نفسك أني يعارف يعني تعرف اللي يقول لك الشي يكرره عشرين سنة وإذا جاء صح عليه قال هاشفت قال لكم إيه بلاك يا أخوي من عشرين سنة ونتكرره اللي خلاص كل ألعاب ستريمين كل ألعاب ستريمين أنا يعرف واحد اللي يسترعين عليه من سبع سنين وهو خلاص مستقبل ستريمين بداية البدايس سيشن فور إذا صار ستريمين قبل عشر سنين أتوقع بيجي يقول شفت قيلكم وخلاص هذا آخر جيل كونسور أي النقطة الثانية الصدق أن صناعة الععاب الحين ما هي بصحية ألعاب تكلف ثاني وش عندها وولفرين وسبايدرمان اللي ما ندري أي شي عنهم غير اسمهم وعندهم قارف وور وقضينا ما أذكر في شي ثاني مايكروسوفت إيه عندها واجد بعضها بس سي جي يعني ما هو يعني صدق لكن بعض الشركات الثانية إيه أي وش عندها ما أحد عرف إيه إلا باتلفيلد فيفا ومادن أكتف فيجن نفس الشي هو شضع على صراحة الطرف الثالث الطرف الأول أتفهم أنه يكون عندك ثلاثة ألعاب سنويا لعب نتندو عندهم 15-16 سنويا يعني يغطون يا بس نتندو نتندو أتخيل يعني الدافع الأكبر هو الطرف الأول بس بس حولنا أتفهم معك حلنا نتكلم عن طرف الثالث مع هذا حد ليه الإكتفجن وي أي مرهم قصرين ويهو بساط مؤخر أي ليه لأنه صارت صارت استثمار يعني مخيف أنك تتفع 150 مليون في لعبة وما تبيع زين خلاص هذه يعني أقل شي تقفيلة ستديوز فيها وفصل مثلا أو تسريح فهذا أصلا مو بشي زين يعني الاندي شوي يعني مرجح الكفة بس فعلا الألعاب يعني صارت مرة يعني شف مثلا Days Gone حتى ما عجبتني بس ما تطلعوا جزة ثاني ليه مو بما باعت زين لا باعوا حتى على العشرة مليون لا مو مضمون مستقبلها لو طلعنا Days Gone 2 هل بتبيع عشرين مليون إذن لا نحط لوسنا مكان ثاني فهذا يعني تحفظ الشريط في الألعاب ودي يخطفي إذا كان والله أنه تصير زي Game Pass وكذا بيحله يلا ما أدري ممكن أفضل السيئين لأن مثلا هذا الشيء اللي مثلا ودي أشوفه مع Activision لو شرواه من Microsoft اللي ما يحتاج Call of Duty كل سنة واحدة ومعها أونلاين طيب طلع مثلا واحدة تقدي يعني Warzone كذا ستين نسخة Warzone هذه حقة مو شو اسمه Modern Warfare وحقة مدري اللي عقبها هي كانت نفسها وينزل لها تحديث على ثيم الجديدة مع إضافات أشياء زي كده بعدين أنا مشكلتي كبرى مع Activision ترى يعني فيه شغلة اللي يلعب ترى أتشايف Call of Duty شايف يعني أتشايف وش التقنية شايف وش الشكل مظهر اللعبة مو منطقي يجي حجمها 150 جيجا مو منطقي ليش على إيش وش مسوي يعني ترى شي شي يعني أنا كان عندي لعبتين كود مع بعض الظاهل عاد بلايستيشن 5 بحكم من الذاكرة يعني قيله يوم Modern Warfare والثاني اللي كانت مع Warzone واللي بعدها Black Ops Cold War 250 جيجا طايرة من الجهاز لعبتين ما يعني كيف وش فيها اللعبة ليش وش مسوي حاطلي دبابة صدقية داخل كيف 250 جيجا الظاهر كان يقولون أن على البلايستيشن كان كاتبين على البلايستيشن الأصلي اللي كان يجي 500 جيجا بايت إنها مدري ماتك فيه ولا أنه همتلي تخيل إذا عندك بلايستيشن 4 شهري أول ما نزل و500 جيجا بايت ما تكتنزل كالوث 30 ما يعني لأنه طبعا ما ينلمون قاعدين نسابق الزمن وحبنا نسوي اللعبة فما في وقت اللي أسوي ضغط ومدري إيش وأركز على الجانب هذا أنا أكثر شي قدر أسويها الحين أني أسوي اللعبة أكبر قدر ممكن من أفكار إذا لقيت أفكار وتكون 60 فريم وتشتغل ما عندي وقت أشتغل على الجانب التقني وأنه هذه يعني بالتوفيق أنت وجهازك اللعبة بتبيع مفارقة معي فالتفاصيل هذه تحلها ممكن لأنك تفاجن صراحة أحس في القاع ف يعني ففعلنا نقولك هذي أي استفاد بيصير أكيد بيصلحها على الأقل في المدن القريب نعم حلو 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 حلنا نصلا كنت أدخل قبل اللعبة حين تقلنا للعاب كنت أقول أن في لعبة على الجيم باس بسمع كده شرأت على البايستيشن فور وشي عنادا وأنا يعني أرفع في المقاومة لا صراحة أنه واحد من أخي ما عنده جيم باس فشرأتها وبالخير تقيمتوا دفعتمهم يعني فما تفعل شيء السلاحة موجودة على الجيم باس ونزلتك تبع لعبها بس قال لي واحد يعني خلنا نلعبها اللي طبعا المضحك شوي أو أنه ما فيها كروس بلاي إلا بين الأكس بوكس والبي سي بس قالوا نعمل على أن نحط فيها كروس بلاي فلو كان فيها كروس بلاي كان ما شرأتها على بايستيشن فتقلت تقول هنا أن يعني مقاومة سوني من أول كروس بلاي أتت ثمارها على القفض الحالة أن يعني رحت شرأتها على البيستيشن كانت 22 دولار ونص يعني مي بغاليا 25 وعيا خاصم لعبت وخلصناها وحتى يعني قيمتها عادة إذا قيمت لعبة أقوم أدخل تفاصيل أكثر جرب فيها أشياء وكذا فهي طبعا لعبة جديدة الناشر dot emu emu هذا الناشر في فرنسي نزل ألعاب واجد يعني حتى صار يأخذ ألعاب من شركات يعني street of rage يقول سيقا أنتم تمسوين شيء في street of rage صح؟ بنطورها بنصلحها بس أعطونا رخصة أو نعطيكم نسبة فنفس الشيء مع السلاحف معني ما توقعنا هاي السلاحف يعني تملكها أحد يعني كنامي كانوا يطلعون ألعاب واجد بس مي بحصرية لهم ف صدق اللعبة يعني ما قلت طلع فيها عيب صدق إلا يمكن مسألة أنها يعني بطبع هذا الألعاب قصيرة وأيضا أنها وهذا يعني يمكن شيء لا بد منه أربع سلاحف بس يفرق يعني أسلحاتهم وربطة راسهم تلعب إلى ستة ومعك كذا ثمانية عشر أعداء ف أربعة عشر عدو ومؤثرات فتضيع واجد يعني اللي معي كان يضيع واجد حتى يعني وأنا بعد كنت تضيعبوا أحيان ما دي وان شخصيتي في زر حتى عشان يطلع رقم على شخصيتك زي حق الكورة ف هذا يمكن المأخذ الوحيد وغير طبعا الطول اللي يجز منها لأن الععاب هذه شنون في طور الأركيد اللي يشبه اللي قابل اللي تلعب مرحلة تمشون أنتم أقولك أربعة نفس الجهاز وحد أقصص طبعا أربعة نفس الجهاز لأن البستيشن فور وفايف حد هم أربع يدين عكس الثري اللي كان سبع يدين وعكس السويتش اللي ثمان يدين قلت تسعة تشميل مليون من الناس ما بلاقي أسطن أكثر مرات هاته أشخاص يلعبون معهم بس يعني تحصل ببعض الأحيان ف اللعبة تلعبوا أنتم تلعب الحالك تلعب عناس أونلاين تلعب كوب طبعا تفقي عجيه فيها أشياء واجد من المسلسل يعني معظم الأصوات فيه ظاهر واحد توفى الأصلية الموسيقى حق الكرتون خاصة حق الثمانينات فيه أشياء بسيطة كذا حتى مثلا شخصيات نزلت في كوميك مرة واحدة يحطينها ضربات كنس ستفايتر يعني صح أنه واجد تقول تصلح لأي لعبة بس مثلا بعضها لا كنس ستفايتر صد ويعني ممتعة اللعبة يعني هي بسيطة زرين للضرب واحد عندك عداد يتعب وتطلح حركة قوية والثاني لا ضربة عادية وبعدين زر عشان تتشغل كذا تتفادى وزر عشان تنقز بس هالأربع زرار يطلع عليك فوق العشرين حركة عندك كومبوات عندك مثلا إذا طمرت مرتين بالهوض غطق ومنزل كذا برجلة عندك يجي تترمي الناس بس ضربهم قريب مرة وبعدين معلأسهم تقدر حركة ذيك اللي تجدع على الشاشة عرفت اللي يقرب كذا شانتوذي يقرب يلزق على الشاشة كذا كأنك صدق رمي على الشاشة فلعبة ممتعة وطور الأركيد ما فيه يعني محاولات ما فيه كنتينيو ما يسجل لشي يعني صعبة زي اللي قبل اللي يعني اللعبة نكن تخلصها بساعتين بس أنك تعيد واجد عشان تاصل بكون في تحدي بس بالإضافة لكذا أضافوا طور قصة اللي يحط لك خريطة كذا كأنها سم سيتي ولا شي فتختار مراحل وفيه مهم جانبية أولا أكثرها جمع خمس أشياء نفس طريقة اللعب اللهم أن الحركات بدون مفتوحة لك كلها لا تجيك بالتدريج وفيه لفلز وفيه نهايات حتى كل شخصية لها نهاية أو زمجة تريقة سيئف يعني فعصرية أكثر فأحس أنه يعني إذا تبي لعبة تقدم لك تجربة السلاح في القديمة ما في حسن من هذه يعني يعني سواء الرسم اللي فيه تفاصيل واجد بس لا زال يشبه للعاب القديمة يعني يبكسل على قولاتهم إذا واحد تحب المسلسل يعني كذا مثلا يقولك فيه كومبو فيه تروفي على كومبو 250 ضربة أعتقد تسوي هذا لتلعب لحالك مو بشي يعني مستحيل ولا صعب تلعب اللعبة وتعرف مثلا ساليب طبعا فيه حركات زيادة فيه شي كذا زي اللي إذا صرت وصلت آخر لفل فيه عندك حركة كذا اللي ما نسيتش اسمها بس تعرف اللي يطلع لونك غير تسوي ضرباتك أقواء يعني كنك كذا سوبر ولا شي وفيه زر اللي تونت كذا اللي مثلا تضحك ولا ترقص عشان تعبى عندك عداد وأيضا إذا طاحه واخوياك بدل ما هو بgame over لا يعني تف على وجهه بالبيتسة عرفت؟ بدل ما تجيب لهم نديل ولا شي تجيب بيتسة كذا عشان يشمها ويقوم فضريفة اللعبة يعني على سعرها تستاهل إذا عندك game pass نزلها يعني بيكفر أنه مثلا ودي لعبها كثير مرة بس مع ناس مختلفين نقد نسول وفي نستاهبل ونشوف المراحل حتى بوحاين نحطك تحديات مي بمهمة يعني بس اللي كانت مثلا لا تطيح في المراحل كثير مرتين ولا لا يمسك أحد مثلا يعني ك شي شجعت لعبها زيادة ف جدا ضريفة بس يعني ما هو بالضرورة أنها يعني لعبة السنة أو شي زي كذا عرفت يعني لعبة تعطيك كذا جرعة من النستالجا أو شي بشكل ضريف وبسعر معقول يعني حتى يعني أصبير علينا ألعاب نهاية السنة أيو يعني حتى مدعدهم ما أكدنا صدفة بس لأن فيه ممكنامي ظهر ممكنامي كاوبانجا كليكشن اللي هو ألعاب سلاحف قديمة موعة جديدة كأنها قديمة لا نفس الألعاب القديمة حتى بعضها على على النياس ظهر على العائلة بس ما فيش ياسو دبيض اللعبة الثانية هي شسمها فاير امبلوم ووريورز ثري هوبز طبعا فاير امبلوم يعني سلسلة قديمة بس أنها يعني مؤخرا صارت قصصية أكثر وزارت مبيعات الصدق يعني نول كانت لا لعبة استراتيجية يعني أنت عادة يعني تحرك شخصيتك كذا كنشة رنج وعلى حسب كذا ورق مقص حجر وكان فيها حركة النظامات الشخصية خلاص مع الترجع بس بلين صارح فيه خيار اللي شي لها بعدين عندك العاب دينستي ووريورز ضقتها عندك اميغا فورس يعني شاطرين بالشي شاطرين تسليح العاب لشركات ثانية يعني عندك زي مثلا هايرول ووريورز والجديدة كلامتي وفاير امبلوم ووريورز اللي قبل هذه كانها فاير امبلوم ووريورز 2 بس في نفس الوقت تكملة ثري هاوزز اللي هي استراتيجية فاحس انه صراحة يعني كشي تسويقي ذكاء مرة خلص لعبة فاير امبلوم ووريورز اللي يعني بالراحة تجيب 2000 كومبو 2001 وربعة عاربت بدون حتى ما يبي لا فن حتى تعرف أنت تلعبها كني كنت نول تحبها ولا أنا غلطان وش شي فاير امبلوم؟ لا دينستي ووريورز دينستي ووريورز اي اي اش دعوه اي هذي نش الشي الى اخر جزء فاسد اي حتى امبايرز خيص الظاهر ما حسنوا صدق اي ما هي امبايرز دائما كوزماتيكس وخالبيط ما كان فيه كلام ان يمكن يحسن العيوب اللي في هذيك فزبدا يعني هذيك عيوبها جوهرية مبتقنية عيوب يعني الفجن كلها خالبان اذكر واحد حط فيديو ان الباب عشان تكسره تقدر تحاول تكسره بالرام او تكن تنقذ فوق السوره خلاص جدا 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 لعبة متخلفة بس انهم فالحين لان هذي يعني اوكي الاداء يعني 30 فريم ويا الله لن نسويتش ما نزلوا سويتش برو لكن كل شي ثاني محبوك يعني الرسم كأن فير امبلم تري هاوزز والقصة ناشترا تكمل يعني زي ما سووا مثل برشانة سترايكرز لو لعبتها ما فيها شي من يعني صدق ان القصة والرسم والموسيقى كأنها فرسونا اللهم اللعب اكشن واحيانا احيانا نصير فيه اعداء واجد بس كثير من احيان لا يعني فهذا نفس الشي هذه ضابطين يعني يعني مش كما لعبت يعني معني شارية بس ما لعبت تري هاوزز بس كانت انه كانت تختار ثلاث مسارات تصير كل واحد كلاس وله قصة وشخصيات هي نفس الشي بس انت هنا مرتزق تروح يعني تنضم المدرسة ونفس الشي تاخذ واحد من ثلاثة ويجيك شخصيات من ذيك الالعاب يعني من ذيك اللعبة من الممالك نفسها حقتها اللعب نفسه ايضا تحس فيه زيادات يعني يعني غير الضرب العادي والتفادي واذا دوقت احد عندك ضربة خاصة عندك زي السحر اللي تضغط ويطلع لقائمة بربع عشياء فيه بوشن وفي حركة يعرف اللي يولع منك نار ويطلع لك سيف من العدم ونصف عينها مغطية وكذا اللي زي حق مثلا ديفل مايك راي عاربت ديفل سيقر كذا وايضا عندك سحر لحركات يعني قوية بس عدد محدود لها وتعطي أوامر وتغير بين الناس ويعني فيه شوي سواليف أكثر يعني ما انت بس تنظف المنطقة وخلاص لا يجي مثلا مقاطع سينمائية وكذا فما دي بشتريها لاني يعني ماني مرح فان للثنتين يعني لا دينستي واريورز ولعبها ولا فايرمبلم بس محبوكة يعني حس انها ضربة معلم من الاثنين انه اوكي هذه الناس يقولون فايرمبلم بس انها هذه تطول لعبة ووريورز كانت جيدة وهذه وش كان ناقصها ناقصها نتحط قصة لانه مثلا برسونا سترايكرز مرة ممتازة يعني يعني مرة ممتازة بالعكس لانها بعد اجدد تقنية نحسن من برسونا فما هي باللعبة كذا دينستي واريورز بس باسم برسونا لا لا لعبة يعني قائمة بحد ذات نظام كتالة وكلش وهذه حسنة في الشي اذا فيه عيب واحد بس انه على السويتش فايعني لا توقع دقة ولا اداء يعني خاص السويتش أنا من نسبة لي جهاز نزل وهو بسيط والحين عقب يعني سنة السادسة خلاص يعني صاير مو بما يبهرك يعني واجد يحبط يعني ما ديش بصير على اه شو اسم مترويد برايم فور اللي ترى كملت خمسة سنين معلين عنها انا اتوقع بتصير زي نظام زلدا يوم نزلت على كانت معلنة على الوي ونزلت على السويتش اه يمكن وفي بعد بيانات 3 اه اه فهذه كانت تجارب فيه لعبة نيون وايت ما باعش رأيت كنتكلم على حق الجاية بس انت علمنا اش عندك انا استاذ الكريم ما عندي اليوم الا لعبة كلاسيكية واحدة طبعا بورد جيم طبعا يعني اتوقع يعني يفترض الحين انه تلقائيا اذا تكلمت انا انه بورد جيم الا اذا نورت انها بورد جيم اللعبة كلاسيكية موجودة من 99 سوالها ريبرينت اكثر من مرة وتنقطع من السوق قصير رهيس عليها اللعبة مفاوضات طائمة على المفاوضات يعني بشكل اساسي ما فيه اي اكشن كارت اللعبة كلها انت واخوياك شون تتفاوضون شو اسمها؟ ما بعد قلت الاسم كل تشوير اوكي انا احس بفاتنة اللعبة اسمها تشاينا تاون على اساس انكم بالحي الصيني بنيويورك طبعا حي الصيني في اي مكان او في الصين ما يفرق لان نيويورك ما يفرق لان بورد عبارة عن مربعات فيها ارقام بس ما في اي يعني ما في فيم انه والله اوش الله هذا المكان مرقم من واحد الى الى ثمانين ستة ثمانين شي زي كده فالهدف انك تجمع اكثر فلوس خلال ستة جولات طبعا الاكيد ان الواحد يما شوف لعبة كلها قام عن المفاوضات ما في اي اكشن كاب ممكن يحرك اي شي اللعبة بتصير سهلة هتكون بروكن يعني في يعني انا من بالضرورة اني مثلا بعرف اتفاوض ما عارف يمكن واحد ما يبغي يتفاوض معي بس كذا كيف بقدر يعني امشي نفسي في اللعبة وهنا تيجي عبقرية التصميم في اللعبة اللعبة طبعا ست جولات وكل جولة فيه شغلتين فيه اراضي وفيه بزنس البزنس طبعا فيه اشياء مرقبة من ثلاثة اربعة خمسة ستة هذا يعني كم مربع او كم تايل لازم تحطها وتشابكة مع بعض عشان يكتمل البزنس يعني رقم ثلاثة لازم نفس هذا البزنس ثلاثة جنب بعض ما يهم شون شكلهم هو جنب بعض لكن لازم اهم شي يكون نون متلاصقين تكملت البزنس هذا من ثلاثة مربعات وثلاثة او ثلاثة او 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 اربعة لازم تكمل اربعة خمس وهكذا فبداية كل راوند يكون فيه توزيع للاراضي بشكل عشوائي تاخذ ال داك فكارد تشافل توزيع لكل واحد عدد معين من الكروت بيختار مثلا خلنا نقول خمس كروت تاخذ منها ادانتم مثلا خمس لعبين لان اللعبة من ثلاثة الى خمسة تاخذ لك ثلاثة كروت لك ترجع اثنين ترجع لكم ما طلعت بر اللعب بعد قاعد يجيك كروت عشوائية اول دورة ممرة بيفرق معك بس انك بعد ما تختارون يجي فيه باق كذا اللي يكون فيه البزنس كلها كل واحد يسحب لها عدد معين خلنا نقوم مثلا اربعة ولا خمسة دائما اول دورة تسحب اكثر شي الحين العنصر هذا العشوائب اول دورة بيفرق شوي بس الدورة الثانية الثالثة الرابعة مرة يفرق السادسة تقريبا بدت تتضح الصورة فجأة بصير انا محتاج ارض منك انت عصام بس انت ما تحتاج مني شي انت تحتاج بزنس من ما دي مين الشخص اللي معنا الثالث انت محتاج منه هو بزنس ما تحتاج مني الارض بس هذاك يحتاج مني انا عرفتلي اللعبة فجأة تلقى نفسك تقريبا بكل لعبة لازم مصالحنا مت داخلة مع بعض فتبدأ المفاوضات اللي انت يمكن تروح انا اروح ااخذ الشي اللي انت تحتاج من صالح والمثال اللي دائما استخدم او والله باخذ المثال و باخذ الشي هذا من صالح عشان اقوي موقفي معك بالمفاوضات طبعا ممكن انت تصير اوكي تحتاج الارض هذي بس في ارض جنبك شاغرة اللي تقول اوكي انا بأمل انهجيني الدورة الجاية فما راح اتفاض معك ريان تعرف اللي كل مرة تلعبها تبدأ تشوف الاحتمالات اكثر انه ابيع الحين هو محتاج اوكي ابيع بس ما بي اطمع الدرج تخليه يقول ما ابغى او يصطق معك الدورة الجاية يصير صالح ولي عنده نفس الشي ويبيع صطقة عادلة اكثر وبعدين يصير الكرت هذا اللي معي اللي انا كنت تتفاوض عليه معدله قيمة معدله فائدة طبعا اللعبة يعني عشان تتمشي بسلاسة لازم صفقة واحدة بالوقت الواحد لانه لو انا وياك الحال على جنب سوي صفقة وفلان هناك سوون صفقات في الداخل اللعبة وبعدين تضيع الدنيا لانه بالضبط وبعدين طبعا انت لماذا تتكمل البزنس لانه فيه الدخل اذا حطيت بزنس معين على واحدة من اراضيك خلاص هذا البزنس موجود هنا ما عاد تقدر تشيله الارض حقتك اوكي هذي تقدر انت بيع البزنس لحد بس هذه تفرق في انك هل انا ابغى سوي التواصل الحين ولا لا بنتظل للراوند الجاي عارف وش وضع البزنس لاندي وش اقدر اكمل وش باقدر اكمل طبعا ما في لمت للصفقات يعني عادي اجيك اقول لك ابغى منك الارض هذه مقابل ثلاثة بزنس عندي وعشر الاف طبعا ما دي ليش بصير متخلف اسوي كده بس ممكن من حد ما في لمت مبلازم اعطيك شي واحد مقابل شي واحد لعبة تقول لك تفاوضة واصلحوا فيما بينكم طبعا زي ما قلنا تبين انت اكثر اكبر قدر ممكن من الفلوس البزنس كل ما ركبت كل ما صار لك تداخل نهاية كل راوند تسوي الانكم لانه الفيزز تروت الاراضي بعدين تسحبون البزنس بعدين مفاوضات بعدين اللي بركب بزنس يركب تاخذون الفلوس تبدون المرحلة اللي بعدها نفس الشي وزع اراضي اسحب بزنس فاوضوا تركب بزنس اللعبة مرة سهلة مرة سهلة ما تحتاج لغة اصلا زي ما تحتاج بس هل الناس اللي معك فيهم حيال يستوعبون لانه في ناس ما عنده القدرة انه يستوعب تالفت انه دقيقة ترى لو بعت انت الحين البزنس كل دورة فالاحسن انك تاخذ وقدامنا ثلاث دورات فالمجموع بيصير مية اعرفت اللي كده اللي لازم احسب فيه رياضيات كتير يبدأ يصدع راسه يحس ان اللعبة مرة بالنسبة له انه ما مال يخلق أنا بغى لعبة خلص اتخذ قراري خلصت الدور اللي بعده نضحك ونمشي بس مرة رهيبة اللعبة يعني ما ادي شون وصممت بهذا الشكل بس وش الحد لدنا اللعبون اتوقع ثلاثة ما ادي ذا اثنين ولا لا اكيد طبعا بس اتوقع ثلاثة الى خمس لاعبين الا ثلاثة الاقل شيء قد جربتها ثلاثة وانصدمت انها كانت كويسة يعني اصعب شيء اللعبة صراحة هو انك تدير اللعبة لان اذا ما صار فيه نظام معين انتم متفقين عليه تمشون عليه وخلاص بتديرون اللعبة على هذا الاساس ممكن فجأة يصير حوسة لان زي ما قلت لك انا ممكن اصوي معك صفقة اللي على جم وخلصنا واتفقنا وبنفس الوقت صالح قاعد تصوي صفقة مع واحد تاني هناك لانه يبغى يصير بموقف قوة معك ياخذ الشيء اللي انا اخذته منك فجأة انوياك خلصت الصفقة ما احد يدري عننا بعدين فجأة صالح تدبس بصفقتها اللي لحظة يا شباب انا طب علموني فلازم يكون الديل قدام الكل لانه ممكن لو انا قلت لحظة ترى انا وعصام الحين اتفقنا على الصفقة هذه يجي هو ويدخل عرض يعطيك عرض احسن انه لحظة دقيقة لا انا ابي هذا الشيء انا اعطيك العرض فاللعبة مرة رهيبة اللي لعبتها اخويا ومرة قلت لهم عنها قالوا لي اوكي انفاوضات ما دي شون بتصير اللعبة بعدين بفجأة كل يوم كذا اللي هنلعبها يلا نلعبها خلنا نلعبها مرة ثانية مع اننا نطلع بعدها شادين كذا اللي تعرف اللي تنقهر ان هذا استقعد لك وان هذا بس اللعبة رهيبة جدا رهيبة توقع انها الحين فيه دفعة جديدة صار لها برنتينج جديد بفترة قريبة فتلقونها بسعر معقول لان هذا تخلص دائما بعدين انتظرون ما دري كم بعدين سوون لها برنت ويصير سعرها فلكي فايا Chinatown اللي مهتم طب الصين وش دخل Chinatown الصين الصغيرة ولا لا دخل بالقصة ولا شيء ولا وش شيء Chinatown وش شون يعني انت تشتري في Chinatown ولا لا بس انه يعني انه على اساس انكم انتم قاعدين تجارة بالحية بالحية الصينية بس اللي بس انه يعني زي ما قلت لك الثيم ما يفرق يعني انت وينك Chinatown ومت Chinatown جاك نيكلسون عنده فيم مشهور Chinatown فزي اللي ش قصة Chinatown اردت هذا ظاهر فيه مقضى باليوتيوب واحد يتكلم عن اللعبة ليش انها Massive piece اسمه Why Chinatown اذا Massive piece ظاهر جاب مليون الرفرنس للفيلم ذلك اللي شوي يجيب Chinatown بس انها يعني اللعبة حمس توقع كل واحد يقيم كل واحد على جروبه هذا شوف القناة هذه شيك عليها No Roll Part بريطانيين فيه Why Chinatown is a masterpiece هذا يتكلم عن اللعبة ليش انها رهيبة مرة وفي لهم برضو game play قاعدين يلعبونها يجب يشوفهم هم يلعبونها يجب يعني اللي بقاء تمشي وبما ان يصير مرة ما يكون فيه كذا downtime كثير مفاوضات تقعد أكثر من اللازم شي اللي ممكن يصير ونجلس مع أخيك بالاستراحة لا هم يبون حلقة تمشي فقاعدة تشوف شي يعني وصلاحة ناخص طريقتهم هي الصحيحة يعني لأن ببساطة أنا عندي عرضي الأساسي انت تبيت بيع عطني counter offer الفرق مرة بعيد cancel the deal نمشي تبدو ذكرت أنا شرأت شي مو board game بس يشبه تعالف الويجي board الويجي board تكتب ويجا أبعلمك تدري بشي تعالف بالأفلام اللي كذا 2-3 يمسكون شي ويتحرك بين الحروف اي 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 شراية هذه كنت رأى واحد مستهبل ف اشتتكم الرسائل المدريل لا هو خرابيت عندهم أنت بتحركها بس هن نصي مستهبل أنا أنا قوم أحركها أنه أوكي في قوة خفية تحركها ولقيت عندهم مزران أعرف خيص عشرة دولار شي فذكرتني لا فيه يعني شي ممكن يسمى board game شراية مؤخرا كافوا أنت الآن دخلت الهوائع نعم لا ومتحت جنبي هنا لا لا بالعكس أنا متحمس أنا بس يعني شوف لي ناس يلعبون أنه مهم يعني في أحد يكون مهتم وودي جارب بعض يفرق مرة أنك تلعب مع أحد مهتم ولا أحد يسلك لك أكيد يجيك الحماس ويخليك تلعب أنت أحسن وات بس هذا توقع عندك شي تضيف أسر 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 سلامتك حس غطينا كلش والله يسلم حلقة ممتعة كالعادة ممتعة لي المستمعين هم اللي يحكمون على الحلقة نفسها أنا استمتعت أنا بعد استمتعت بتسجيل أتمنى أن كم أنتم تستمتعون بالاستماع وفوالك المصاب تحدك تقول تستمتعون بالاستماع خمس مرس وفوالك المصاب لا تعديات هذه على قراتهم أحفظ ماء الوجه ولا أدخلها طيب بلان نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع جاي الحلقة السادسة بوالكاستابوز نشوفكم إن شاء الله على خير وإلى اللقاء والسلامة